والجمهورية هي جمهورية الشعب لم يثر اليمنيون قبل 57 سنة على الحكم الإمامي إلا للتحرر من الاستبداد والاستعمار وتحقيق المساواة بين المواطنين وبناء جيش وطني يساهم في تحقيق الوحدة الوطنية وإنشاء مجتمع دموقراطي يكفل تحسين الاقتصاد ويحترم المواثيق الدولية صيغت هذه الأفكار العظيمة في أهداف ستة ناضل اليمنيون لتحقيقها ونجحت النخب الثورية آنذاك في إنهاء حقبة الاستبداد الإمامي لكن السعودية تدخلت لفرض تسوية بين الجمهوريين والإماميين إلا أن صلابة رموز الجمهورية ووعيهم جعل النخب الإمامية تتخفى داخل ثوب الدولة الجديدة توالت على اليمن أحداث كثيرة انتهت بصعود علي صالح سدة الحكم وشهدت البلاد في عهده نشوء طبقة سياسية انتهازية ساهمت في تحويل الحكم باتجاه صالح وعائلته وحزبه ومثل هذا أول انحراف عن فكر الجمهورية التي أضحت مجرد لافتة لنظام عائلي أدار حراكا دموقراطيا شكليا يسمح للمواطن المشاركة في الاقتراع الانتخابي ولا يتيح له المشاركة في القرار السياسي وفي ظل انشغال المعارضة بالنشاط الديمقراطي المحسوم نتائجه مسبقا لصالح الحزب الحاكم كان صالح يعمل بكل إمكانات الجمهورية على تكوين جيش عائلي يحمل اسم الحرس الجمهوري وهو الحرس الذي عمل على تزييف ردة المواطنين وحماية فساد العائلة أدرك الشعب بعد ثلاثة عقود من الحكم الخديعة فقرر الخروج لإسقاط نظام صالح في ثورة فبرائر 2011 التي خلعته عن السلطة لكن المخلوع صالح قرر الانتقام وسلم البلاد كلها إلى ميليشيا الحوثي التي تلقت دعما إقليميا وصمتا دوليا على انقلابها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 لم يعمل الانقلاب الحوثي فقط على محاربة الجمهورية بل تسبب أيضا بدخول اليمن عهد التدخلات الإقليمية والدولية ومع ذلك فإن اليمنيين لأول مرة في حياتهم يتشكلون في مقاومة عسكرية ومدنية واكتماعية في إصرار على استعادة جمهوريتهم المختطفة والانتصار لأهدافها التي لم تتحقق بعد ترجمة نانسي قنقر